فهد يعني فيه واضحاً فيه رضا وفيه يعني شعور بأن المنتخب يعني قادر أنه يتجاوز المنتخب العراقي لكن الشيء هذا ممكن يكون لها انعكاسات سلبية إذا وصل الشعور هذا عند اللاعب واصبحت عند اللاعب ثقة زايدة ممكن تكون يعني عكسية على اللاعب وعلى النتيجة في الثلثاء القادم الثقة مطلوبة لا بد أن تكون متواجدة طبعاً عندك تاثق أنك فارك قوي يكون عندك روح حتى اللاعبين يدرون وراهم طبعاً جمهور أكثر من 60 ألف أو أكثر بقليل طبعاً في ملعب الجوهرة فلا بد إذا جاههم الإحساس اللاعبين هذا أكيد أنهم حيصروا إن شاء الله على الانتصار ولكن إذا صار فيه تهاون أو برود معناه على صح من بعض اللاعبين حتكون منطقة خطرة خصوصاً إحنا شايفين مدرب ممكن تكلم عنه بنواف مدرب رائع من أفضل مدربين ممكن في الأونة الأخيرة اللي مر على منتخب السعودي أول شيء ثبات على تشكيل حتى لو كان اللاعب زي ما تكلم بنواف ما يشارك في ناديه إحنا شايفين يشارك مع المنتخب ويأدي مو بيشارك مدرب مشاركة يشارك ويأدي غير كذا طبعاً إحنا شايفين يعني دائماً حتى المشاكل اللي كنا نسمع عنها كانت تصير في بعض معسكرات المنتخب الآن مختفية الحمد لله يعني كان فيه جهاز إداري برضو قوي إحنا شفناه يعني لما تكتمل المثلث سواء الجهاز الفني أو الجهاز الإداري واللاعبين أكيد أنه إحنا شايفين المستويات مع النقاط ممتاز فاللي أتمنى طبعاً المباراة هذه ما يكون فيها تهاون بالذات من اللاعبين إحنا شايفين طبعاً وصولهم البارح عندهم راحة اليوم بكرة حيبدأ التمرين طبعاً اليوم السبت وعندهم الأحد والاثنين عندهم ثلاث تمرين قبل المباراة فاللي أتمنى يكون عندهم التفانتج أن هذه المباراة مفصلية بالنسبة للمنتخب السعودي ولا يتهاون في المنتخب العراقي أنا تكلمت قبل قليل عنه عندهم يمكن الفرصة الأخيرة بالنسبة للمنتخب العراقي لأنه لما ينتصر حيقرب طبعاً سبع نقاط حيقرب حتى من المرات حيحاول قدر إمكان المنتخبات مع بعض حيضربوا بعض فلابد أنك تثق إن مباراة العراق مباراة يوم الثلاثة أنها مفصلية بالنسبة لك لما تعديها حتبعد عنهم ستعشر نقطة حيكون في المنتخب العراقي خلاص أربع نقاط حيكون أمل انتهاء طيب وبالنسبة طيب